السلام عليكم نواصل جوالاتنا في احياء باب زوار وهذه مدينة باب زوار يعني اصبحت مدينة يعني كبيرة جدا وفيها يعني هياكل سكانية منتشرة في كل مكان وفيها حوالي 10 او 12 حي باسماء مختلفة اليوم ندخل ونشوفو حي اسماء علي افصح وهو الجاي المقابل لجامعة باب زوار والاذن هنا رأنا في الحي هذا ونلاحظ ان الطرقات واسعة المكان هذا واسعة ونظيفة وهو مسمع للصحفي اسماعيلي افصح الذي اقتل في افترة اللي عرفت الجزائر في التسعينات صحفي اقتل في احد من شهداء الواجب اذن نمشي هنا في الحي هذا ولاحظ ان العمارات يعني من افضل ما بنية في الجزائر حيث ان استعمل فيها كل احياء عباب الزوار كل المدينة هنا هي العمارات مبنية بطريقة التينال التينال معناه انه في عمالة البناء الحيوط يعني الحيوط مخدومين بالبيطون نخدومين بالبيطون بالكونكريت نونك هاذ لما يطود تعالى التينال تسمح باش اه تمد مقاومة للزلزال مقاومة كبيرة لان هما اللي فوار يعني الحيوط متاع البناء هما يعتبروا اه وسائل لمحاربة للتقليل من اه الهزات متاع الزلزال وعطعت نتائج اه رائعة في اه جيدة جدا في اه زلزال الفين وثلاثة لضرب اه في مست اه ضرب في بومبرداس وهذاك الزلزال في اه في البنايات بتاع باب زوار ما عرفت ولا ضرر يعني حتى ولا صفر ضرر يعني ولا يعني عمارة واحدة تضررت من الزلزال رغم انه بنايات كثيرة في في نواحي باب زوار او يعني مجهة اه برج البحري ورويبة تضررت من زلزال اه اه بومرداس تعزم وريف في الفين وثلاثة اذا اه هذا الطابع هذا الطريقة في البناء اللي تم بنائها في باب زوار هي تعتبر طريقة جيدة جدا وهذا البنايات هذه اه تم بنائها في الثمانينات من طرف شركة دي ان سي اه جزائرية وشركة سوريكال كذلك جزائرية وبمساعدة من تقنيين من كوبا حيث ان لو نروح الكوبا نصال نشاهد نلقع بنايات من هذا النوع في كوبا يعني بنفس طراس اذا اه 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 ان شاء الله هنا الجولة في هه اه حي اسماعيل يفسح وان اه انا 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 احبيت امد واحد واحد الاقتراحات للمسؤولين توانا هذو الامور اللي اتكلمت عليها في ما مضى وهي انه اه المدينة مثه باب زوار يعني كاكمل يعني يعني يمد LOT مشغل الاحية هذا يعني كل الاحية. وكان نعود نهيكلها على شكل مدينة. مدينة يعني يكون عندها مركز بتاع المدينة. يكون عندها انفورم ما كان وين يتلقوا به. بتاع الموشات. بتاع الموشات ستانفورم. مش بالسيارات يكون فيها اماكن. انتع وين تتلاقى السكان يعني والزوار بتاع المدينة. فيما اماكن ساحات كبيرة بتكون فيها بعض الآية الانزيد وفيها بعض المرافق اه اه اجتماعية مثل اه المسرح وتكون فيه مقر 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 المدينة يعني دائري دائرات تاع مدينة اه باب زوار وبعض الهياكل يعني اضافية تكون عندها هندسة مدروسة وكامل. نقدر نرجع اه مدينة باب زوار هذه من اجمل مدون في العالم. اقولها بدون خاجل. وانا متوفق من نفسي. اني تجيبها كبيرة في ميدان اه في طرق. الارصيفة. التشجير. قضية العمارات. الفساد. السجمو. نحيو البارابول. نحيو الكليماتيزر. والله العظيم. مدينة كما باب زوار تصبح مدينة عالمية. تصبح مدينة عالمية. ونعاود نرجع للموضوع هدايا في المستقبل. اذا اه 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 احيينا يعني اذا ما ازلنا مع الاحياء. نعاود نرجع للموضوع هذا تابع بزوار. ونشوفوا نظرها من الفاضة. جوجل. وتعطينا ونشوفوا يعني التوزيع انت الاحياء هذه. واخنا نواصل. نعود للمدينة الحين تأس مالية في صحب. يعني عمارات كلها عمارات يعني مليحة جيدة. بعض الشوائب بتاع يعني تصرفات متاع الساكنة. مثل هذا النهناية البناء هذا الصغير هذا. بعض السكان بعض الناس. الدولة يعني الدولة ساكتة لهم. يديروا يعني يديروا بعض اضافات اه تشوى هالا الطابع كمية الهناية يعني تشوى الطابع انت على العمراني. يديروا اضافات اه وهنا نشوف الكليماتيزر. يعني امور اه لازم الدولة تراقبوا وتحفاظ على الطابع العمراني يعني. حافظوا لازم نحافظ على الطابع العمران. اتركوكم مع الصور والسلام عليكم. ادري. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا